بسم الله الرحمن الرحيم هذه رسالة للفسويات وللعلمانيات الموضة اللي طالعة الآن تكريه البنات في الرجل انت ما تبين الرجل انت ما تحتاجين الرجل ما تتزوجين وركزوا على هالكلام اخواني افاضل انا سويت اليوم مقابلات مع بعض النساء راح تشوفونها الان بعد شوي اكثر كلمة يقولونها الفسويات لا تصيرين خدامة حق زوجت زوجت يبيت خدامة خدامة في البيت انت مش خدامة تطبخين في البيت وتخدمين زوجت انت مش خدامة خدامة اتمنى من الفسويات ان يجاوبون على السؤال اللي راح اسألكم هي ان شاء الله في نهاية الحلقة شوفوا معي المقابلات اللي سويتها مع بعض النساء اه ورح اعلق وارجوكم تشوفون الحلقة للنهاية وتسمعون تعليقي بعد المقاطع اللي راح تشوفونها الان شوفوا معي 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 المقاطع اللي راح تشوفونها الان جوانه الان شوفوا معي المقاطع اللي راح تشوفونها الان ترجمة نفسي يسعني مبكرة أنا جدا لن تلك الفيديو شركة أمام إنه آخر مبكرة يسعني حخمة و هناك موجودة أو خلال أنت أصدقائي ولكنني اشترك في المدينة ولا تتوقف لكي لا يتوقف لكي كنت توقف لها ولكنك تتوقف لكي تتوقف لها هل أنت لتحقق اكتب المعرفتين تحقق لكي يتوقف لكي يتوقف حتى يوميه شكرا لأسفة تتوقف تشعروني تشعروني؟ ماذا يشعرون تشعرون؟ إنهم تشعروني بشكل محيط نعم، لدينا مختلفين كتابة ومعنى المفتدرين لني أفعلن مجددا تعتقد أني حسنا؟ نعم، أعنم أشعروني تشعروني ميزئة شكرا لك أعزاء المشاهدين معنا واحدة من الخوات الفاضلات تعمل عاملة في أحد العيادات مرحبا أخي خالد، كيف الحال؟ ممكن بس ترجم لنا يعني هو يمكن يستحون بس قولها كم عمرها يعني خمسين سنة ماشاء الله ايش كدر سالها تعمل خمس سنة خمس سنة تشتغل طب هي مبسوطة في عملها ولا يعني دول الحمد الله بيشتغل منا بحب هذا الشمال اي مبسوطة طب شنو طبيعة عملت نظافة يعني ش تقول لها وكننا صورة مكان ثاني لا لا ممشكلة يعني هي تنظف الحمامات كل حاجة في امور ثانية تسويها غير تنظيف الغرف وتنظيف الحمامات تنظيف الغرف وتنظيف الحمامات تنظيف 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 الحمامات لا تخطر على بالكم عندي أفكار كثيرة لكن إن شاء الله رح أسويها في المستقبل رسالة إلى كل إنسانة تنادي يعني تشجع النساء لا تتزوجون أنت مش خدامة لا تخدمين زوجك خدامة 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 في بيتك لا تطبخين في بيتك شفت الفيديوهات يا فسوية هذه الإنسانة اللي شغاله مضيفة طيران خدامة لهمش خدامة خدامة لهم خدامة مضيفة الطيران اللي تقدم الأكل وتقدم المشروبات وتلحف وتغطي للإنسان النايم وتنظف وتنظف الحمامات وتنظف الككالة في الحمام خدامة لهمش خدامة الحريمة اللي انتو شفتوهم اللي قاعد تكنس والي قاعد تطبخ واحدة تطبخ حق الموظفين تطبخ حق الأطباء تتنظف أنا تعمدتني أنا أصور الحمامات لأن هذول النساء يدخلون الحمامات وينظفون الحمامات ينظفون ككاهل غريب نعم خدامة لهمش خدامة لكن المرأة لما معززة ملكة مكرمة في بيتها تسوي بعض الأمور لزوجها الإنسان الشقيان اللي يشتغل طول اليوم اللي قاعد يصرف عليها اللي اللي حاط لها بيت اللي يشربها ويأكلها ويضمرضت يدفع لها العلاج وإذا كل الأمور يسويها الرجال لكن المرأة تستكثرون عليها تختم في بيتها تفي عليكم تفي عليكم في البيت تقولون عنها خدامة وهذول شنو؟ هذول اللي إحنا صورناهم شنو؟ أنا بعد لاحن ما دخلت بعض الأماكن عادي عندكم أن المرأة تطلع وتتشعبط وتتبهدل ولعلمكم هذول اللي انتم شفتوهم خلوا عنكم مضيفة الطيران هذول ترى يعني النساء هذول اللي في تركيا أربعمية دولار راتبها أربعمية دولار والله في رجال يصرفون يصرف على زوجته 2000 و 3000 دولار في الشهر ومقعدها ومعززها ومكرمها في البيت وتخربونها تقولون لها لا تخدمين في البيت ما تعرفين يا نجسة يا فسوية أن خدمة الزوج لزوجها هذه من الطاعب المعروف وتكسب أجر عليها قاتلكم الله ما أنفقتكم يا منافقات طبعا أنا ما تعمقت في الأسألة ولا تتبون إن شاء الله قريب أسوي لقاءات مع البنات اللي في أربع اللي شغلات في البارات عادي عندكم أن المرأة تشتغل في البار ما في خمار سكران إلا ويتحسس على جسمها ويتحرش فيها نعم ما في إنسان إلا ويسبها ويشتمها ويشغالها مثل الكلبة في ديسكو مدسكوات عريانة شغالها في ديسكو عادي عندكم إن المرأة تتعرّف الديسكو وتقدم الخمر وهذه مضيفة الطيران تقدم الخمور وللأسف في منهم مسلمات يقدمون الخمور للمسافرين طبعا هذه استحت قالت وهي قالت قالت هذا أمر شائع يعطوننا الأرقام خذية راقمية عادي تتحرش هي استحت تقول ولا في مضيفات قالولي وهي ما الشيء اللي يتلمس واللي يتحسس وش تسوي عادي عندكم هالوظائف المشينة المعيبة المهينة للمرأة ولكن تروحون تخربون بنات المسلمين وش تقولون لهم أنت خدامة لا تشتغلين خدامة الإنسان الأم اللي ترعى عيالها صارت خدامة الإنسان اللي تربي الأجيال صارت خدامة الإنسان اللي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأبرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها صارت خدامة هذا المش خدامات يا أنجاس يا كلاب حسبي الله نعم الوكيل فيكم يعني فيكم نفاق لكن للأسف المجال في هذا الزمن معطينكم وجه الإعلام معطيكم المجال عادي عندكم أن الإنسان تشتغل رقاصة في كازينو عادي عندكم أن المرأة تشتغل في محل مساج تمسك الرجال وتمسد وتسوي مساج حق الرجال عادي عندكم أن المرأة تشتغل في حقول النفط عادي عندكم أن المرأة تمسك وتمسح الأرض وتمسح الزبائل وفي وظائف المفروض يقوم بها الرجل وظائف اللي أنتو شفتوها المفروض يقوم بها الرجل لكن لأنكم أنتو يا كلاب أكبر أعداء المرأة أهنتوها بهذه الوظائف إيش أتكلم ولا إيش أتكلم إيش أفضح فيكم يا منافقات يا دجالات اللي قاعدت تخربون بنات المسيو يا علمانيين يا كلاب يا اللي تنادونهم بيتحرر ونتحرر المرأة تشتغل في كازينو وفي ديسكو وفي دور الدعارة تشتغل في كل الوظائف المنحطة تحت بند حرية 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 نائم حرية الزنة والدعارة والكلبنة والوزخنة والنجاسة لكن والله العظيم إنه ما في أشرف اسمعيني يا بنتي اللي تشوفيني ما في أشرف ولا أطهر ولا أرقة ولا أحلى من أجل أنت تكونين زوجة وتكونين أم وأنت تحبين هالشي أنت تحبين هالشي ويا علمانيات يا طقعانيات يا فسويات يا مغاريت دراسة صارت في فرنسا مع عاهرات كلهم تسعين فيلمي منهم قالوا نتمنى أن نحن رجل يتزوجنا ويحطنا في البيت ويصرف علينا ولا أن نحن قاعدين نبيع جسدنا كل ليلة يرقد ويانا واحد شكل وغير ويقذف فينا عادي عندكم من الواحدة تشتغل عاهرة في أوروبا كل ليلة كل ليلة يرقد معها الشخص غريب تحت بند الحرية قاتلكم الله ما أقبحكم وأنجزكم أرجوكم يا ناس تنشرون هالحلقة وتبطون عين هالمنافقات الدجالات اللي أعضاء لشبكات دعارة بهدف تحويل بنات المسلمين من شريفات إلى داعرات أتمنى رسالة تكونوا صالد